استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية السودان عنان حامد والوفد المرافق له خلال زيارته لمصر وخلال اللقاء استعرض الجانباني أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية السيد فريق أول شرطة عنان حامد محمد وزير الداخلية بجمهورية السودان والوفد المرافق لسيادته خلال زيارته لمصر وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك حيث أعرب وزير داخلية السودان عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في المرحلة الراهنة كما أكد أن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسؤول البلدين الشقيقين مؤكداً اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة في شتى مجالات العمل الأمني فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة ومن جانبه أعربت سيد محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير السوداني للقاهرة مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وترحيبه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوداني انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في المنطقة مشدداً على حتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويد كافة الظواهر السلبية الناجم عن انتشار الإرهاب والقرائم المنظمة بشتى أشكالها في ظل المعطيات وتطورات التي استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية اشتركوا في القناة